بيال او المركز الاول في فلسطين لبيع التحف الشرقية والهدايا اليدوية ذات الصناعات الفلسطينية منذ بدايته اخذ المركز على عطيقه ان ينقل الواقع الفلسطيني الى العالم الخارجي يقول صاحب المركز الذي يعنى اسمه باختصارا لمنظمة التحرير الفلسطينية ان العمل في المتجر بدأ في العام 75 الفكرة تبلورت مع بداية زيارة الوفود العربية والاجنبية لفلسطين حيث طور بعدها المتجر فتم ادخال التحف والمطرزات والمشهولات اليدوية من التراث الفلسطيني المحل له 38 سنة والمحل بيختص في التراث الفلسطيني من خشب الزتون من اليهود البجارفو ومن الصدف اللي بيستخرجوا من البحار ومن نظام الحظم شغل طلاب جمعيا هذا المحل كله لأيدي عاملة فلسطينية لا هو شغل صين ولا هو شغل مستورد كل شغل فلسطيني أصيل 100% والمحل بيتخصص في المطرزات يعني اكتر من 126 فلسطينية من فلسطين والمحل صار يورد للضفة انه من منتجاتنا الفلسطينية غزة بتشتهر اكثر شيء من التطريز لقلة الشغل فيه عاملة كبيرة عشان هيك منورد للضفة ومنورد لانحاء دول العالم جميع الهدايا التي كان يقدمها الرئيس الراحل ياسر عرفات لجميع زوار فلسطين كانت من هذا المتجر كان الرئيس أبو عمار يفتخر بالتراث الفلسطيني وكانت هداياه من الصناعات الفلكلورية الأنيقة والراقية كان القائد ياسر عرفات كان أكثر هدايا كان هدايا من الصدف كان يقدمها للرؤسة ويقدمها لهذا يعرفهم عن قضية فلسطين يعرفهم عن ياخد هدية خريطة فلسطين انه هذه الخريطة لإلنا هذه الخريطة كيف نسوت ياخد كذا خريطة كيف اليهود كيف كانت من سنة 48 وكيف صارت أبو عمار كان كريم في هداياه يعني ما كان كل هداياه وخصوصها فلسطينية ما كان ياخد شغل مستورد يرى المشترون أن المركز يتميز ببيع أدوات من صنع محلي فلسطيني والتي تعبر عن حضارة وطراث يحاول الاحتلال اقتلاعه بكافة الطرق لكن هذه المشغولات ستبقى رمزا للقضية الفلسطينية المحل بذكرنا في طراثنا من خلال التحف في المكان ومكتوب عليها أسماء المحافظات الفلسطينية وأجمل شيء في المكان أنه صناعة فلسطينية الرئيس أبو مازين كان أيضا يقدم هداياه للوفود الأجنبية والشخصيات الاعتبارية من نفس هذا المكان وكان يتبع السياسة الخاصة بالرئيس ياسر عرفات من خلال الهدايا التي يقدموها لزوار فلسطين كما أن الحكومة الفلسطينية في غزة تتعامل مع نفس المتجر أيضا الذي يعتبر الأول في قطاع غزة في هذا المجال حمد الخضري قطاع غزة إحنا تيفي